على الرغم من الأهمية الكبيرة التي يمثلها سد حسان المشروع الذي تم اعتماده من قبل وزارة الزراعة كأحد المشاريع الزراعية التي ستساعد في الحفاظ على مياه السيول المهدورة والاستفادة منها في ري الأراضي الزراعية لكن المشروع تعثر رغم أهميته وتوقف العمل بعد أشهر قليلة من بدايته كما تسببت الحواجز والحفريات بتغيير مجرى السيول التي نتج عنها جرف مساحات واسعة من الأراضي في منطقة الدرجاج والمناطق القريبة منها كنا نتوقع أن يتم بناء السد هذه في خلال سنتين الفلاحين تحملوا هذه المدة وصبروا على أراضيهم لمسقا ومرت الأيام والسنين إلى حوالي سس سنين ومعظم أراضي الدرجاج لا تشرب اضطر المزارعين في السوم باستحداث قاناة جديدة من التراب تؤكد تقارير في مكتب الزراعة بمحافظة أبيان أن توقف العمل في بناء السد ناتجا عن الأحداث التي تمر بها البلاد بالإضافة إلى عدم وجود متابعة من قبل وزارة الزراعة حيث اعتبرت المشروع في السابق كأحد أهم المشاريع الزراعية في المحافظة هنا بالقرب من المكان الذي تم اختياره لبناء السد بعد دراسات هندسية تحت إشراف وزاري يحاول المزارعون من أهالي المنطقة إنشاء حواجز ترابية لحماية أراضيهم من الإنجراف خصوصا وإن إيقاف العمل وعدم استكمال البناء بات يشكل خطرا على مساحات واسعة من الأراضي بالإضافة إلى الخطر الذي يحيط بمنطقة الدرجاج الواقعة على الناحية الشرقية من وادي حسان لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان